مبارح كان في مكالمة جامعة مارسي كولر مع مودست المهاجم الجديد للنادي الأهلي مودست لاعب أول مرة يخرج من أوروبا للقارة الأفريقية وكان خرج قبل كده للصين في موسم واحد ولكن أول مرة يلعب في القارة الأفريقية يلعب في الوطن العربي فالأجواء ما يعرفهاش مارسي كولر يتكلم مع مودست ويتكلم معاه عن الأجواء في مصر بشكل عام وقال له أن الأجواء في مصر هي أجواء عظيمة قال له أن النادي الأهلي هو نادي مصري عربي أفريقي ولكن بطباع واسمات أوروبية مش هيحس بغربة كبيرة مع النادي الأهلي تكلم معه طبعا عن بطولات النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وإزاي النادي الأهلي دوت معشوق عدد جبير من الملايين في مصر ادى له حافز يعني وهو جاي ما يبقى الشئة الآن ويبقى إضافة للفريق ده أو دي كانت تفاصيل مكالمة مارسي كولر مع أنتوني مودست المهاجم الجديد للفريق اشتركوا في القناة